هل أحد منا معصوم من الخطأ فمهما وقعت إذن في الذنوب فلا تيأس حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط فإن الله هو التواب قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب أن يقبل رجوع عبده إليه ومن هذا قيل التوبة رجوع إلى الطاعة وترك المعصية والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم كلما تكررت التوبة تكرر القبول فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا فمن علم أن الله هو التواب أحبه وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن تيقن الموت فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ومن علم أن الله هو التواب بادر بالتوبة إليه ولم يصر على الذنوب وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله ومن أيقن أن الله هو التواب طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون واعلم أنه لا يستغني أحد عن التوبة حتى المؤمن المضيع فالتوبة هي بداية العبد ونهايته قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون